بسم الله الرحمن الرحيم بازن الله هشرح المحاضرة التامنة المحاضرة سهلة رزيزة اه هشرح ان شاء الله اخرتات محاضرات رو في وقت ممكن ابعيد من اول اه الجديد بس اللي هعمله او في المحاضرة ان انا مش هشرح بس يعني انا هشرح وقل مسلا الجزء ده ممكن للدكتور تسافي ازاي يعني هعارفين بتحني يبقى ما ابنى عارفة فبازن ان هعمل ده في اخرتات محاضرات اه كل جزء مسلا ممكن اقل اه لو حاستنى مسلا ان الدكتور هسافي Says With جزء معينители بتركز لاحقات معين ان هي بتدي سنوريات والرسامات والكلام ده كله. فممكن اقول هي ممكن ان تسافي ازاي? تمام والحيات اللي ممكن خلالت كانت محاضرة اخر الحاكتات معضرات بس الليلة يعني لو في وقت ممكن اعبته في باقي. اه ان شاء الله يعني. نحن نبدأ محاضرة دي محاضرة التامنة. محاضرة التامنة بتتكلم عن ايه? محاضرة التامنة بتتكلم عن انا بيكون معاiniz data اوكي اه من خلال بسيط على data وان انا افهمها اشوف الحاجات اللي فيها اتريد اشوف الفيجوليزيشن الملائم ليه او الفيجوليزيشن اللي هيوصفها صحيح مش اي فيجوليزيشن اي فيجوليزيشن ينفع لأي داتا وخلاص او اي داتا احط لأي فيجوليزيشن وخلاص واولا انا كده عملت فيجوليزيشن ان الفيجوليزيشن عشان يطلع بشكل كويس جدا ومفروم ان اليوزر اللي يبطيق هيشوفه او هي انتراكت معي يفهمه بسرعة فانت لازم تعمل فيجوليزيشن يكون لي معنا مش حاجة ان انت بس طبقت خلاص فيجوليزيشن وخلاص اا وانتهى الموضوع لا لازم يكون ليه حاجة لها معنا بس فدي المحاضرة اللي بتتكلم معنا النهاردة بتتكلم عن الوينت دي تهمم تمام اول حاجة معنا هو ببتدي برضو اول سلط دي كانت معنا في اول محاضرة خالص لو بيلك يعني انفروميشن فيجوليزيشن انفروميشن فيجوليزيشن انت هتبتدي تعمل هيبقى في فيجوليزيشن اليوزر هيشوفه هيبقى انتراكتف هتبتدي تعمل معه ليه هيتبتدي يطلع منه بمعلومة هيتبتدي يطلع منه بمعلومة اوكي اوكي طيب ده عا بيكون على ايه بيكون على ابستركت داتا يعني ابستركت داتا يعني دي تعدية بشكل رولز وكولومز انت تشكل تيبلز اي شكل من الاشكال اا سواء كانت تيبلز قوي حاجة انت تبتدي تفهم هتعملها ازاي وتطلع فيجول بسيط وسهل مريح للعين اليوزر يبتدي تشوفه ويفهم ايه اا يفهم يعني ديني هتكون ماشي ازاي ايه ده اوكي ماشي اا يفهم يعني الشكل ايه كويس ويطلع منه بمعلومة تفهم طيب هنا بيقول لك يعني بيرجال عبرتيني عن البروسيس بتاعت الديتا فيجوليزيشن انت مثلا بيكون معك مشكلة او معك ظاهرة او ايه حاجة مثلا انت نشغل مثلا على ايه على بروجيك تسير مثلا بيشوفه ارباح تحت الشركة اوكي فانت اوكي جمعت الديتا وعملت فيجوليزيشن ووديوسر عامل انتر اكش واحد معه عامل الانتر اكش مع الداتة او عامل الانتر اكش مع الداتة هي يسمع في فيفيجوليزيشن اوكي وانتفاع معي كيف هل انت لما بيجيلك 넣고 مشكلة اه تشارع عليها او بروجيك تشارع عليها بيتجمع داتا وتروح تامي من فيجوليزيشن على طول بعد ما عملت اضافة اللى هي الرو داتا زي ما انت جمعتها هل زي ما انت جمعتها خلاص ما عدلتش فيها انت خلاص عملت لها اكثر هلينفع تامع لها فيجوليزيشن على طول بالاك لا ده غلط لازم تامع لها هو ترونسفورميشن يعني تخليها فشكل ملائم انها تخش على فيجوليزيشن حاجة زي البرعو سوزنج اللي يحمل منها التكنيكس اللي احنا كنا نشتغل بيها عايز تجمع حاجات معينة تغير الشكل بتاعها تجمعهم تجيب تجيب هي عملية الاجرجيشن السوميشن الكلام ده كله عايز تعمل اي عملية قبل ما ايه قبل ما تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل بس دي الفكرة احنا اول حاجة قلنا هناخد ال data اللي هي ال raw data دي زي ما احنا جمعناها عملناها collection على طول لتاني ما لها transformation وهنه محدد 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 تكلمة transformation بشكل كبير جدا يعني محدد كلها transformation ايه لل data فهنفهم يعني ايه واحدة واحدة وهنشتغلها زي ايه التكنيكس اللي هنعملها اللي بنيعمل ده كله عشان الوائف ده هو ده اللي بنتي يتعامل مع الجنازيشن وفاهموش هكذا صح. تهم? تمام. اه زي هنا هنا بديه برضو يعني كثة بتاعة حوادس اوكي. اه فيها اللي هو الوقت بتاع الحادثة والندينا اللي حصل فيها الحادثة والزيب كود واللاتيتيود والمتيود اللي هو ده معارضه التطول يعني وكده. والكلام ده كله يعني دي ده تعادية اوكي. ماشي? اه يقدر يعمل عليها في الجناز وش نسى ما هو عايز انه هو جاب برضو اعدل حوادس اوكي? اه بالكارونت او اللي هي هنا عنده اللي هي البورو. اللي هي المدينة يعني. اللي هي المدينة ده. مش يقللiac dönوكي? فهو يعمل الحاجة حلوة لأوة. اللي هو مسلا عايزي شوف كلا مسلا مدينة اللي هو المدينة دي حصل فيها كم حaga ستا. عاسل فيها كما حmitt. كتبت كم مرة. فهو كتبت كم مرة اخي عايز كلا هيجيب ايه? عدل ايه? فيه مسيلا كل بورو او كل مدينة هيجيبها هي تقرير كم مرة فديك كارات مستآتش أربعة و ترتين أربعة و تلاتين أربعة دي واحد و تسين أربعة و تلاتين أربعة و تلاتين أبراو و هكذا اوكي فهو اول حاجة هيعمل هيعمل عملية العمليات اللي هو هيجمع عمل تركيشن جمع الأول الايه كل حاجة تقرير هيتقبل ايه تbags ابل كلا ايه يعم عمل وعمل لهم صورتي كمان يعني رتب من كبير الصغير عشان تفري برضو طاقة نظريتك وانت باشيبهم كيرسوار بتوقع حاجه امرحه للمين اكتر وهتبايه احسن يعني غير له متلواطين بحيث دي اقصد برضو في الكمبيري يعني مثلا لو انت عايز تقرم من ده ابدأ وانت تقرم بينهم سهل جدا واتقرم بينهم سهل جدا عشان ما يجمع من بعض لكن لو ده في الاول وده في الاخر يعني مثلا لو ده اعطت ثانه وده محدد في الاخر انت عشان تقرم بينهم هتقض مثلا زيتوصل كدا او في تشوف ده وصل لحد فين ده واصل لحد فين فانت هتكتبهم كده ترتيب تعملهم صورت يعني ده هيساعد عليك برضو ايه وانت بتقرى الرجوليزيشن او بتفهمه طيب يعني ايه data destruction data destruction انت هيبقى لك data هيبقى لك data انت مش عارف ممكن مكتوبة شعارف الدمين بتاعها مش كل ال data بتبقى عارف التواصيل بتاعيتها فانت هنا بتيتشوف ايه التكنيكس او الحاجات اللي انت تعملها او مستنسل اللي انت هتصادمها عشان تعمل ايه عشان تطلع visualization appropriate اللي هو يعني ملايم جدا لل data دي من غير برضو ما تبقى عارف الدمين القوي يعني انت مش تبقى عارف الدمين القوي اللي ما فيه data مش واضح فيها الدمين فانت عايز تعمل visualization بشكل واضح ملايم على شكل data دي اوكي طيب لان ال data هنا بيقولك ايه حتى نسأل ان هو بال data تواجعلك من domains مختلفة يعني كل data بتتكلم عن ايه عن موضع متخلفية مثلا data بتاعت sales data بتاعت امراض data مش عارف بتاعت قطة وكلاب data مش عارف بتاعت ايه فاتلا هتلاقي data ايه بتجيلك من اماكن مختلفة فانت عايز يعني بحاجة structure هتمشي بيه او طرح هتمشي بيها انت يجيلك اي data تواجعرف ده الداتا دي بالشكل ده انا هعمل عليها ال visualization chart ده لان ده هيبقى مثلا اكتر حاجة ملايم ليه بس هتوقع وتأكد ان انت عارف شكل دات دي ايه الحاجة اللي هتنفع معي انا بيلك مثلا يعني انت مثلا لو هنا هتشارع على الحاجة اا مثلا friendship in facebook يعني حاجة فيها friendship هتي بيلك انصر حاجة اللي هي حدث network يعني عشان حدث اللي هو ده بي interact مع ده مثلا انت هنا انت مثلا ده وده ال friend بتاعك فانت في هنا ايه ال connection ما بينهم ال connection ما بينكم ده هو ايه مثلا هو friend عندك اوكي ممكن ال connection ده بردو يكون شائل معلوات ممكن انت تكون شائل مع علاوات وده شائل مع علاوات انت مثلا ال connection ده من بينكم الجو ASE شائل برضو اللي هو Smash all friends المشتركين ما بينك ما بينه شائل حاجات كثير من ال拜نات اللي انت عملها فورو الناس اللي انت عملها فورو وهكزا ما انت ال connection برضو بسهل العاك الدنيا ايه اللي حاجات اللي بيشائلحت ايه لا يعني؟ بس بيلك يعني اكتر شيئ الممكن بيقنا منيها اللي هو network Αυτالي الكلام برضو مثال كمان اللي هو مرضو بتاع التفاعولات البروتينات مع بعضها يعني مثلا هو دور برضو صورة بروتينات او اي حاجة في الجسم يعني فده بينتقرأكت معدها وده بينتقرأكت معدها وهكازه بتسوف ايه كل واحد مين بينتقرأكت مع معين تمام في الو برضو عندك حاجة اسمها عندك حاجة Special distribution يعني Special distribution Special يعني حاجة منتبطة بالموقع بالمكان اللي انت فيه ماشي اللي ينت فيهe اللي هي الدتا فيه يعني مثلاً نفتكر الصرحتة الكورونا اللي كان فيها الأحمر دائرة الخاطر مسلا الأحمر وكان فيه دائرة اللي هي أحمر خفص وفيه دائرة اللي هي أمان سيف شوية فانت يقع عندك كل حتة بالlocation بتاعها ديها لون مختلف tipo يعني مثلاً انا بردو هي لون أحمر دي لون بروتوني فيه حاجة أصفر شوية فانت هنا فيه فهي اختلاف الاختلاف ده بنانا عال ايه بنانا عال location بنانا عال map يعني مدام حاجه فيها جيوجرافيكل دخل فيها حتة المكان فانت كده خلاص انت كده ايه اى احسن حاجه انت تشغلها بشكل ما يبدأ اوكي يعني ده في الpetition عشان فانت بتيتشوف يعني على حسب دلت بتاعتك هي عاملة ازاي بتاتشوف بقى الشكل اللي بتعمل معي بشكل صحيح يعني لما هنا كانت تشكل Networks و Interactions و كده فانت ايه قلت تبقى شكل Networks هنا حاجات ليه علاقة بالمكان و كده فانت قلت لأ اهم حاجة ايه حتة الSpecial التي تم بيه طيب بيقول لك ان انت بيكون عندك في Data Extraction انت بيكون عايز طريقة ان انت بيجي لك Data من Domain انت متشعرف ال Domain فانت عايز تقرر ال Visual Representations او Visual Representation يعني Visual Chart يعني انت هتشمل بيه او اللي انت هتطلع Visual Representation انت هتطلع يكون appropriate لل Data دي يعني ايه يعني انا وقت برضو ان انت هتبتدي تطلع chart ملائم مثلا تطلع مثلا histogram تطلع بوكس بلوت اين يكون حاجة انت هتطلع او حاجة انت هتعملها زي و برضو زي Network اللي انت شفته فوق اللي احنا عملنا ال Networks اللي فوق او زي الSpecial دي اللي هي المياه بالحاجة اللي علاقة بالSpecial عملناها ايه في المياه مثلا حاجات زي كده انت ايه مش عارف ال Domain اوي يعني انت برضو تعرفش ال Domain بتاع الحاجات دي اوي ايه هي ايه بس انت عارف ان هي حاجة اللي علاقة بالمكان بقى دم ليت حاجة اللي علاقة بالمكان في التحصن الحاجة اللي انت هتعملها ايه بالمال طيب طيب انت السؤال برضو اللي احنا عايزين نجرب عليه How can I visualize this يعني انا ازاي هعمل visualization برضو يعني ازاي هعمل visualization وانت برضو ممكن تبقى مش عارف ال Domain ايه خلي دي براك انت ممكن تبقى مش عارف ال Domain فانت لما تسأل السؤال ده تبقى عارف السؤال انت تسأل بعضه بتشوف ايه نوع data اللي معاك لان النوع ال data اللي معاك هيدي اللي هتفرم معاك زيها ال Visualize انت هتفجوليز هنا بقى مش عال Domain هتفجوليز بنان على ايه على نوع ال data اللي معاك ايه اللي معاك معاك ايه او نوحها ايه تفجوليز ايه على اساس وده المهم يعني في المحاضرة تعم طيب هنا بقى يبقىك ينام سهل جدا يعني بقى لك ايه برضو انواع ال data source اللي هون كنتوا معاك ال data source اللي حما يعني ال data source اللي هو الحاجة اللي حاجة اللي حاجة نشغل لها ال paar وخلوم والكده بس حاجة نشغل لها في شكل تابلز في اشكال تانية واوة اوه في اشكال تانية اوه فبقى لك انه انت عندك collection من الـ items و الـ Attributes الـ items هذا هو الـ Object أو الـ NC او بمعنى صح الحال انت عايزة منه Visualize يعني انه هو ايه الـ R مش انت عندك روز و كولومز ده اللي هو الـ Arrow الـ Item هذا هو الـ Arrow اللي انت هتعمله Visualize أصلا ده الـ Attribute الـ Attribute دي الحاجة اللي توصفه الحاجة اللي توصفه ده اللي هو الـ Column الـ Attribute عادية اللي هو الحاجة اللي توصف ايه الـ DatT اللي معيك الـ DatT اللي بيو فيها روز و كولومز يعني مثلا ده ده Attribute وده اللي انت هتعمله وده اللي انت هتعمله مثلا ده وده الـ Item أو الـ Row طيب ده اللي هو الشكل العادل اللي حنكونونا عادل هو Tables فيه اشكال تانية او فيه اشكال تانية زي الـ Networks والـ Trees Networks ديه اللي برضو زي الشكل اللي حنقولنه فوق و Trees برضو حاجة برضو فيها Hierarchy و كده طيب طيب انواع الـ Attributes بقى اول حاجة له Category Category يعني حاجة Category فيها Category طيب بس مفيش اي فيها Order يعني Category مفيش Order يعني مثلا الألوان الـ Brown Black يعني الألوان هل الألوان فيه حد مية افضلية عن الثاني؟ لا فيش حد لا افضلية عن الثاني ففيش فيهم ترتيب ماذا فيش فيهم ترتيب خلال زي نوع Category وهما حاجة عنهم ايه Category مش أركوم طيب برضو نفس الكلام زي ايه زي ميل و في ميل ميل و في ميل لهم ايه Category برضو مفيش ترتيب ما بينهم مفيش مثلا ده واحد و ده اثنين لا فيش ترتيب ما بينهم فدي برضو ايه Category الـ Ordinal بقى هو Category بس ايه فيه Order زي ايه زي Low, High, Medium التلاتة كل واحدة فيهم Category بس هو هنا فيه ترتيب ما بينهم مدام فيه ترتيب ما بينهم او حاجة لها افضلية عن حاجة فانت كرة ايه ده Ordinal يعني فيها ترتيب زي برضو الضربات مثلا مثلا ايه واحد ايه بلس واحد بي واحد سي واحد دي و هكذا وانت فيه عندك ترتيب كلها بس مدام فيها ترتيب فديت و ايه Ordinal الـ Quantitative الـ Quantitative دي بقى ايه دي اللي احنا عارفين اللي هي الارقام يعني يعني مثلا زي height زي weight الحاجات يعني اللي هو الطول يعني المساحة السعر الكلام ده كله العمر اي حاجة فيها ايه ارقام بس Quantitative Continuous يعني تعم طب احنا ليه بنا اخد الحاجات دي يعني ايه السابت من ايه ان انت هيكون مسلا الاسئلة بقى اللي بتي في انتحاء مسلا هيجيلك مسلا زي شكل كي بيتيت دكتور تولك مسلا داتا تولك مسلا فيه اربعة كولومس وتحطملك في شكل جدور عادي تولك أول كولوم نوع كاتجريكا تلين كولوم مسلا نوع نوع ثلاثة ربعة كولومس نوع تولك مسلا ايه 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 انا احسم تشارت ممكن يرسم داتا ايه تتسألك بقى عنهم بقى ايه يعني تتسألك بشكل ايه مفصل فاحنا برضو هناخد ايه انو عند شارت اسم ممكن يتليق او تبقى احسن على كل ايديتا تعم ومسلا عندك اكتر من الاتريبيوت والكلام دا كل تعم تمام طيب هنا example هناخد الexample يعني لو احنا عايزين ده الكولوم ده هو المتجاوة يعني الكولوم ده اوكي ده product category فده حاجة اللي جواه ده categorical ليه categorical عشان ايه كلها كاتجري بس مفيش ايه ترتيب تعم فده نوح ايه categorical ثاني نوع اللي هو الoriginal اللي هو في الكلوم ما اسمه order priority في عندك low, high, critical فانت عندك هنا ايه فيه ترتيبة بينهم كلهم categories بس يتتم بينهم فده ايه ordinal ثاني نوع اللي هو ال quantitative اللي هو ده انت هتليه منتشر اكتر حاجة اللي هو حاجات فيه الاركم هنا مية بقى 872 وقصور 180 وقصور وهكذا طي في ايه ارقام طيب برضو حاجة تانية بيتميز الاتريبيوت اللي هي الاتريبيوت سمينتكس اللي هي الايه الحاجات اللي بيتميز الاتريبيوت هل هو special ده اللي احنا هنستألينها ليه حاجة اللي هي علاقة ايه بالمكان حاجة اللي هي علاقة بالمكان طيب لكن التميز هي حاجة ايه related بالطايم يعني مسلا هو زي مسلا سعر الدولار البورصة اسهم البورصة اسهم البورصة اسهم البهب الحاجات دي كلها ايه حاجات فيها لانشارت حاجة تبع بالطايم او كي مدام information related بالطايم او معلومة مهمة بالطايم فدي تمبرال اوكي طيب هنا هنا بيقولك بقى مسلا مسلا بردو فهنا مسلا عندك اا في عندك وعندك وعندك فانت هنا ايه ده عشان ايه بالنكاية اوكي طيب لو عندك اا هنا بردو نفس الكمال هو اللي تتديدو اللي تتديدو هو ايه كمان بديك فانت انت عندك خطوط طول ودوار العرض والمحافظة وكده يعني انت كده ايه special وده انا بردو الارقام اللي هنا ايه quantitative عشان ارقام هتاها زي مرة اعرف كل حاجة ايه 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 هنا بردو دي quantitative عشان ارقام وتمبرال عشان date تا date تاريخ حاجة related بطايم مثل تاريخ الحادثة تاريخ البيع تاريخ اي حاجة الorder date فده ايه حاجة بطايمة اوكي تمام كل شعونة جديدة ايه الاتريبوت الاتريبوت تايبس عندنا عندك ثلاثة انوايا او النوع اللي هو sequential اللي نحن عارفين هو مثلا بقى فيه ارقام مثلا ده دبع بكذا ده ارقام فيها ترتيب دب كذا دب كذا دب كذا دب كذا دب كذا فيه sequential مبينهم فيه ترتيب مبينهم ايه ايه ترتيب يعني مبين القيم انت تقلل بقى القيم اللي هو الداتة نفسها القيم اللي هو الداتة نفسها مثلا واعدان مثلا فهم داتة 9-32 43-40 49 حكذا لكن النوعين مركزين عنهم مشاكلة اكبر هنا بعث اشان هما هي الاول نحن هو والتالت نحن هو والتالت نحن هو السيكل ايه ده و ايه ده الـ بيلك انت لو عندك قدرت توصل point center point وعانة center تفصل لك ال data لنصين نص يمين ونص شمال نص يمين ونص شمال اوكي يعني ايه يعني مثلا نقطة الزير ونقطة الزيرو دي ممكن تفصل لك اللي بعدها مثلا positive واللي بعدها negative اوكي طيب حاجة زاكرة يعني برضا بيلك مثلا لو انت عندك هنا مش مين يعني ممكن واضح ماشي لو انت عندك برضو حاجة في السلز وكده وعايز مثلا تجيتي مثلا شهر معين او تاريخ معين تاريخ معين مثلا مش شرطي وهنا يكون زير يعني مثلا هنا بيلك زير مثلا مثلا عشان لك اللي فويه موجة ولتحت سير بس هو ده هنا علامة زي ما كده انت بتعرف مثلا حاجات الابلاء وحاجات اللي بعدها مثلا انت عندك تاريخ مثلا اللي هو اا مثلا واحد واحد الا عشان 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 بابولانا في نفسية سيرك وليتزجو في الحاجات اللي قبلوا ايه والحاجات اللي بعدوا فيه فانت عندك البيتق profession مستق전에 يني اس을 텐데 اللي بعدها غير اللي قبلها فماما ده المنا 앞 بعدها غير اللي قبلها انت كده ايه اا اا قدرت تفرق ده عند ده انا يعني زي عشان طيب نسلين فانت عايز تقرم بقى فتقول الجزء ده اللي هو باعدي مثلا التاريخ ده ده مثلا في جزء معين. اللي هو مثلا بعد واحد واحد ده. تقيم الجزء الابل واحد واحد الشيان وبرو عشر ده. جزء الابل الحاجات اللي قبله. فدي برضو طبع بينت معين. فانت اصلا انت ايه? الادات بمعنى صحي لأي جزءين. فابلاك انت اسم الادات الجزءين ده كده. اسمه الديبرجينج. وانا اخب برضو امسلم عينيه برضو قدام. السنكلك يعني حاجة عملات التعايد. بترتيب عملات التعايد. اوكي. هنا مثاله اه ديربرجينج. هنا برضو هنا اعتبر مثلا زيرو مثلا. هو مثلا بوينت او اي بوينت معينة. ما عنده في الديتا. تعم? وقال اي? انه هتبقى مثلا سنتر بتاعتي. هو هنا مش محدد بس مثلا اتبرا مثلا زيرو اتبرا مثلا خمسين. اوكي? وقال دي هتبقى مثلا بوينت بتاعتي. واي حاجة تبقى ايه فيها حاجة. ده جزء واي حاجة اللي منها ده جزء تاني. تعم? وبردو نرحها ايه? كونتاتي تف. هنا بقى سايكلك اا الشهور بقى عملها Uganda Ecclijk ليه؟ عشان واحد اتنين اه شهر واحد اه عمل اتكرر من واحد يحد اتناشا بالعيد تاني من واحد يحد اتناشا هو ليه خلاه quantitative مع النوم اسميه وكينا عشان هو هانه بس بتعباله عن الرقم يعني دي بتعباله عن نوع يحن بجي بتعباله عن اثنين بجي بتعباله عن ثلاثة بجي بتعباله عن اربعة و هكذا لكن هي مش برضو نتطبعش كاتيجوري يعني عشان كيه بس خلاك quantitative خلاه الرقم يعني طيب في نوع برضو احنا ما علموش غير النوع الرابع يعني اللي هو الhierarchal يعني انت مسلا عندك product و sub category و sub category يعني دي category معينة فيها بقى اكتر من sub category ديه تعم فدي فيه نوع من الhierarchي يعني تعم ده مسلا عندها ده وده وده عندها ده وده وكذا نوع نوع الhierarchي تعم فدي برضو نوع من الانواعي الكاتيجوريكال دي هنا كاتيجوريكال ليه انا شميه كل واحدة فيه كاتيجوري ودي برضو hierarchy تعم ده غير السايكليك وغير الhierarching وغير الhierarch هنا سميه لي بسرعة كلاه طيب ايه انواع الhierarchs قلنا tables, networks, trees انواعهم انواع الhierarchs قلنا categorical, ordinal قلنا quantitative اللي هو الكاتيجوري والordinal و quantitative قلنا ايه برضو تاني الhierarchs الhierarchs قلنا الhierarchs قلنا الhierarchs الhierarchs قلنا الhierarchs قلنا الhierarchs بيقولك هنا بقى ايه الداتة دي برضو ممكن تكون ايه فالداتة دي هنا هو هنا كاتب اسمي model واسمي states فادي هتوقع special يعني برضو دي اسمي model وكده فادي توقع special تمام طيب هنا بقى هتريك الجزء المهم الجزء المهم بدا بيتكلم عن ايه ان انت مسلا هناخد بقى كل و ايه الداتة اللي بتليق عليه ودي الحاجة بقى اللي هتريك اقول بقى ايه ده ممكن مسلا يجيب لك داتة معينة بقى لك الhierarchs ايجيب لك داتة معمولة بالhierarchs بقى لك هالhierarchs ايه اللي هتريك اقولها ايه من اول دلوقتي فناخد اول حاجة بقى لك لما انت عندك data unordered data unordered يعني data category data يعني فيها category مثلا هنا زي المسال ده data يعني مش quantitative بفيش ترتمة بينها فمش احسن حاجة لانتشارت يعني ايه برضو قولي بمثال يعني بقى لك لانتشارت مش احسن قبل امام المثال لانتشارت مش احسن حاجة توصف الكاتيجري كله لانتشارت بقى عايز حاجة تبعد هنا مثلا وحاجة ايه عايز حاجة ايه شغالة لكن هنا مش احسن حاجة ايه هقول لك ليه هنا مثلا دي اسم مدن دي اسم مدن دي اسم مدن بس هنا في اسم مدن طب هل هل مثلا المدينة دي لقى علاقة بالمدينة دي عشان تمام مثلا الحواردة عشان تمام الخط له منهم في عدد الحوادث دا هنا بيساعد الحوادث بنسبة للمدنة فهل ده لي علاقة بالمدينة عشان تحطهم في لانتشارت لا طب هل الخط مثلا هل مثلا هل مثلا الخط ده اللي هو ما بين ده و ده ده طبع مين فيه مثلا برده ما لهاش معنى طب ده برد طبع مين مين طبع ده ولا ده طبع الكاتجري دي ولا طبع الكاتجري دي انت مش عارف و ايه برده لازم انت الخط ده فانت احسن حاجة كده ما تعملها برشارت و راح دمامك فاللانتشارت هنا مش احسن حاجة مثلا انت عملتها برشارت هنا بتكون احسنة و جميلة جدا ياه لا عملتها لها سورت انت برده حيط السورت دلوقتي بس هنا برده في حيط الانتشارت هي ممكن مثلا برده في المتحان تجي لك اه تقول لك مثلا بقم بتاعك لو هو السؤال مثلا لو بتاع ده نوع كذا و ده نوع كذا و ده نوع كذا و قلتك برده تشارت و انت شاهف الشكل انت هتشوف شكل طبيعي جدا انت شاهف و ايه ده و ايه ده و ايه المشكلة فيه بس هل ده احسن حاجة انت تدوص فيها كاتيجري؟ الكاتيجري ماناش دعوة يعني الكاتيجري يعلكتها ده كل واحد فيه منفصلة ومع ليه اسم كاتيجري؟ عشان كل واحد فيه منفصلة على التاني انت ليه تعملوا في لان شارت؟ يفسرهم فانت ما تفسرهم هي بقى احسن تعم؟ فده برضه ممكن سؤال ممكن يجيناول مسلا يجيب لك لان شارت وفيه مشكلة زيكية تعم؟ تب تاني حاجة مثلا بيقول لك انت احسن حاجة نتعملناها سورت متعملناها سورت هتقوير حد عين اكتر ايه انت تشوفها مثلا ايه تاني مثلا دودة يعني بس دودة لو انت عايز تقارن مين فيهم اكبر انت تسيق بقى توصل مثلا دودة عشان تبعينك مثلا حتى على القلب عشان تشوف مين فيهم اكبر لكن مجرد انت عملت روم سورت انت رحت عينك وبقى اسهل اللي هيشوفها اسهل نوع يطلب المعلوم فانت هنا بقى اقوى من ده سنة مثلا ما كانتش ملحوظة خالص وكزا بيلاك برضو حاجة اللي هي علاقة سبيشل يعني حاجة اللي هي علاقة باللوكيشن فالحسن حاجة ان ايه تصدد حاجة متفور لها علاقة باللوكيشن يعني تصدد حاجة اللي هي علاقة باللوكيشن وكده فدي برضو هتكون احسن لانت تتلعب معلومة ايه كويسة زي برضو هوا مسالة على كورونا اا مسال برضو على السكان ناطق فيها مزطاحمة اا لو مسلا دا كورونا فتليها باللوان الحمر فالوان غنقا اوي هدي ترفع اصباط علي اوي اا مناطق لا افتح وكزا ايه بقى ايه ايه حاجة تعمل? بيقول لك اا فايت الهجن بتبقى فاكين الهجن اللي احنا منها اللي هي العمبات تنقطط بسي تفصل اللي قبلها باللو بعدها تعمل? تعمل زي ايه? دي هي ات ماب احنا عارفين هي ات ماب اولا مسلا زي المسال اللي حكبنا علينا مسلا المسال كعا الكروليشن نو كان بي اس مسلا بي حمالها طب غانا كل الاتريبوت تاني كان فيه الانترسكشن بينه ده مثلا كان بيبقى color معين فالcolor ده لما يغمق مثلا فده معانا انه هو عالي اوي اوي يفتح مثلا ده معانا انه هو ايه واطي اوي مثلا وعلى حسن الدرجة اللي البلت اللي انت مختاره والالان انت مختاره تاممم هنا بيبان يعني هنا الغامق فده قمته عالي اوي هنا الفاتح ده قمته ايه واطي اوي تاممم فهنا بيقول لك فيه احاجة احسن الدرجة اللي قلنا الدرجة اللي نقطة تفصل لك اللي قبلها اللي بعدها خصوصا في الكوان تلتف زي ايه مثلا زي كده لو انت مثلا خدت نقطة هنا تعمم وتلتفصل ده عن ده تعمم فما تلتفصل عن ده عن ده راحتك انت ببص هنا تلتفصل انت عارفين ده الكمه الولاي الاوي وده الكمه العالي اوي وهنا فيه فيه عينك بيتقاري ايه حسن من الشكل ده الشكل ده برضو انت عشان تقارم ما بينه وتقارم فيه تشوفوا تقارم ما بين الارقام والتانية فانت هنا الشكل مش احسن حاجة فانت بصول انت انت دي بقى جمت هيبقى ايه هيبقى حسن جدا يعني تعمم تبقى يا بردو النوت برضو ايه ايه واخدين بالنام يعني كل حاجة ممكن ييجي على سؤال يجي على سؤال برضو ويقول لك الدي احسن حاجة انت ايه او يجب لك شكل سناريو انت شكل مسلا بيجوليزيشن بتسألك فيه. بيقول لك هل ده احسن حاجة? هل ده احسن حاجة? وليه? اه ما حاجة بتقول لك? يعني مش بتسألك بسؤال. وانت تقول اه او لا او ويس او نو فانت هتقول لك لازم بتقول لك لازم تقول لك لازم تقول لك لازم تعرف ليه. طيب. اه اوكي. بيقول لك برضو احنا ليه بنركز على الطيب بتاع ال data نوع ال data عشان نعمل يعني visualization. لان انت برضو معنى data مش دايما هيكون واضح لك. مش دايما هيكون واضح لك. عشان تفيد تعمل visualization مطلوب انتهى. تعمل visualization بناء على ال data type او الطيب بتاع الايه? اه بتاع ال data نفسها. مش المعنى بتاعها. او ان المعنى مش هيأثر ايه? مش دايما هيكون معروف. مش دايما هيكون معروف. مش دايما هيكون معروف. الخلاة دايما مش دايما معروف احسن. تعم? بيقول لك برضو ده تتجمع من الاياسين المختلفة ورجم تتشوفها تفهمها اكتر. وتعملها اه الواء الواء وكلام ده كلو. اللي هتعمل عليه قبل ما تشتغل بيها. اني ال data كواليتي طبعا بتفرق جدا 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 جدا. اما نص الشغل او تلتة اربعة الشغل. ويوافحيت ال data. ال data كواليتي انت بتشوف الداتا دي كويسة. انت تضليلك او توديك في حتة تاني. تمام? تمام? سؤال برضو ازاي عمل فيجوراليزيشن. ازاي تعمل فيجوراليزيشن فتعندك تستيبس. اول ستيب انت بتدي تشوف الترانسفورميشن التي تعملها عدته. ويه اولا ستيب انت تتشوف ايه? الربزنتيشن انت هتستعمل انت تعمل عدته. يعني ايه? قلنا الربزنتيشن اللي انت اعملها اللي هو مثلا انت تشوف ايه شهbe 느�colarization الضعلي بالداتة دي. طيب الداتة الترانسفورميشن دي. الزي حاجات اللي انت تعملها هتعدي مثلا بتحسب اتحسب اتحسب ا speru کہا. متحسب مثلا maximum ثمändert حاجات اللي هنت اعطينا لمش guests PST شوفها هو ده اللي هنا هاتن شوفه ددي الوقتي. الخلاص خلصنا هذه الهم Uh salmon. لانت تختار الريبزنتيشن أوكي? او لا لسه نشوفه. لسه نشوفه. ماشي. طيب هنتدي واخد واحدة واحدة في التشارتز. ماشي? هنتدي ناخد واحدة واحدة. حتة التشارتز لسة حتة التلسفنش هنشوفها قدام في اخر المحاطر. تعم? لكن الحتة بتلتشارتز بقى هتين شوف كل التشارت. تعم? هو هاي. واحسن حاجة لיי? يعني اخد الـBart شارت. هو احسن حاجة معي. السكوتربوت احسن حاجة معي. المتريكس احسن حاجه مع ايه وهكذا الان شرط احسن حاجه مع ايه السيمبل مايب احسن حاجه مع ايه واحد واحد البر شرط بيالك احسن حاجه فيه ان انت تتشوف Quantity لو Quantitative Quantity لو Data Quantitative مع Category فبيالك احسن حاجه ان انت بو عندك Category على ال X Access وتنسى مع Data Quantitative مع Data Category و احسن حاجه هتوصل لك معروفة و ايه لو انت عمل روم Sort يعني مثلا ممكن ان يتديك بر شرط و مش بتريد بتقول لك ايه مثلا ايه ايه الحاجه اللي ممكن نعملها ده تفريق في بر شرط او تخليه احسن انت عارف ان انت مثلا ممكن تعمل روم Sort طيب اه بتدي عارف ان بر شرط برضو ممكن سؤال انت بتيش بجيبك بر شرط بجيبك حاجه فيها نيوميريك و حاجه مثلا نيوميريك فهي فانت تلاقي بر شرط مش احسن حاجه فانت تتبقى اخذ بالك ان ايه بر شرط بقى احسن في لما يكون عندك و عندك هنا ايه اه كوانتاتف تمام تمام اه طيب تاني حاجه معنا لان شرط بيلك لان شرط احسن حاجه ان انت هنا يكون عندك على وعي اكسس داتا كوانتاتف داتا ومفيش مشكلة تعم بس هنا بيقول لك هنا برضو هيكون كوانتاتف بس احسن حاجه يكون ايه مع الطايم يعني داتا تاس بناء على الطايم تاس بناء على الطايم يعني ان هو ايه هنا ده سعر حاجة على سنة سنة سعر الدولار مسلا بيزيد. اسمه البلسة مسلا مع عرض عمبارح حمالة زيت ال وهكذا. فانتهينا حاجات زي كده. اللي هي علاقة بالتايم. وتحطها عاليكس اكسس. تحط البيت اللي تتغير بقى. على الوقت اكسس مسلا سعر التوتل اصابات. سعر المبيعات سعر الدولار. وهنا برضو مثلا تحط بقى اللي جيت نفسه او التاريخ نفسه او الوقت. فده كنا هيكون احسن حاجة ايه معلوم شرط. فده برضو ممكن تسؤالك. يجي لك برضو داتا زي اللي هي اللي احنا برضو كان جي لك داتا كاتجري كان. او مثلا كان جي لك اسمه موضل. وجي لك هنا داتا كنتيني. اسمه انت مش ياخد بالك النواي. ماشي عادي. داتا لان شرط عادي مش ياسهل مشكلة. بس هو ما روش معنا. مش يحصل حاجة لان شرط. ما بتصابن حاجة تاني. بس اتنبشرة تفصلوا عن بعض. هو ليه اسمه كاتجري عشان هتفصلوا عن بعض. سهم? طيب. بقيت الجري ولا لسه? لا لسه. او الجري برس اجام ماشي. طيب. اه عشان يبقى الفيديو واحد. طيب تالت حاجة. انسكوتر بلوت. ايه الاسكوتر بلوت? انسكوتر بلوت احنا عارفين ان هو خلاص ده بي اس احسن حاجة. مع قونتيتيتي مع قونتيتيتي مع قونتيتيتي يعني داتا قونتيتيتب مع داتا قونتيتيتيم. داتا أركم مع داتا اركم. ده احسن الحاجة ايه? الاسكوتربلوت يعني هنا عا اكس ارقام وعا روية اكس ارقام. فو برضو حاجة تخلي بلك منها في الاسكوتربلوت ان انت لازم هنا يكون هنا ايه ارقام وهنا ارقام وهتكون ايه? احسن الحاجة. هنا ده تكون ايه كوناتيتل وهنا ايه كوناتيتل. طيب? الماتريكس. الماتريكس ممكن ما احدش احد يما باش عارفه. نقوله بالنسال اسهل. لو انت هنا عندك هنا انواع الحوادس و كرة. فهنا بيقولك ان كل مثلا هنا الطيب بتاع العربية مثلا باس ولا اي حاجة ولا بيان ولا تاكسي ولا اي حاجة وحطت لك ايه انواحها مع الحاجة اللي عملت معها حادسة فهو بضع حطت الاسمي كلها حد الباس وحطت كل الانواعيات التانية والتاكسي وكل حاجة حطتهم ايه بالترتيب وانت بتيت شوف هلا مثلا باس مع باس فانيه مثلا ايه أوتوبيس عمل حادسة مع التوبيس يعني في بقى فيه جواها اللي هي الكوانتسي الكوانتسي في النص هي دي الكوانتسي تعمم مع تو كاتيجري تو كاتيجري هنا في المسال عندنا الوقت مسلا باس مع باس اا تاكسي مع تاكسي مسلا مع اي حاجة تانية تعمم بتيت شوف كل كاتيجري مع ايه مع كاتيجري اسالة اوكي اا فده برضو شكلي حلو بالماتريكس والانترسكشن بتاعك هو اللي بيعبر عن كمال ايه الكوانتسي تعمم هنا وانت بيعندك كوانتسي ارقاب مسلا اسعار مسلا حاجة عدد ضحايا عدد مصابين اسعار عدد سكان فانت عدد بس هنا تربطه بايه دل هو ايه فانت ايه عملها في شكل ايه ماب هتكون ايه احسن حاجة فيها كده طيب هنا بيقول لك بقى البرشارت احسن حاجة ان انت بيكون عندك حاجة الانت على اكسس الانت شارت يكون عندك هنا وعندك هنا فده احسن حاجة ليه عشان لو جيه حاجة ايه غير كده الماتريكس احسن حاجة يكون عندك هنا كاتجري يعني كاتجري هنا هنا كاتجري هنا وهنا ايه في النص الكومة اللي بتقوى في النص دي اللي ايه دي الكوانتسي اللي في النص دي ايه طيب هنا سمبل ماب قولنا حط هنا السمبل ماب نحط في ايه الكوانتسي اللي هي ديت بقى كل ما تصغير مثلا متعبر عن حاجة وكل ما تقبل العدد اكبر مع سبيشل سبيشل دي تبقى رابطها ايه في المكان وربطها في اللوكيشن وكده ايه طيب حاجة تانية انا تيبقى نشوف كل ايه كل اللي بقى مي فيه مثلا احسن او ده ينفع في ايه وده ينفع في ايه اولا برضو مثالية مسلا عندين البارشارت او انت مسلا عندك قولنا البارشارت كنا بنقول ايه كنا بنقول ينفع بكاتجري مع كوانتسي بس نزود حاجة في النص انه هو مدخل اتريبيوت تالت ندخل اتريبيوت تالت يعني مسلا هنا عدد الاصابات مع النوع العربية مثلا وهنا يعني انت لو سلتها عدد اصابات مع النوع العربية خلاص خلاص بس هنا زود اللي هو حدث اللون دي اللي بيمتمس بها اللي هو سبب مسلا الحادثة نفسنا لو مسلا السواء مكنتش اخذ باله السواء ملحش يعني ملحش يعني يوقف في الموضوع يعني او مش مركز او كده عزباب يعني اين كانت الاسباب هي ايه ايه اوكي ماشي فابتدي ياخد كل سبب بلوم معين وبتدي يحط ايه في البارشورت فهو سهل لك التانية بدل ما كان عندك بدل ما كان عندك حاجة بتقيس نوع العربية بي توتل اصابات لا فبقى عندك حاجة بتقيس نوع العربية بتوتل اصابات بي سبب الاصابة نفسها فده احسن تعم فالك انا ممكن برضو ده له شكل اسم استاجد فنازمت تعرفين ان اسم ايه استاجد بارشورت انت ايه ضغطهم يعني مثلا وزيミ Kelley بلده��� ايه في بعض يعني يعني مثلا دهطهный orange لو شي متحدد ايه نوع الحادثة مرح الاحثة ايه سبب الحادثه ��ة الكاتجورية كلوا يحب motto نعم وكزا في repay طيب ده ايه النوعين هو LI Group انا بهذا ممكن ايه مفاق ايه طيب ال group هو الكلام بس هو فاصلisy يعني هنا قلنا قلنا برضو ايه هنا عند نخرق للاصابات على y-access سابت اوكي تعم هنا بقى حط نوع العربية عملهم اه بنوع العربية تعم فهنا ده نوع عربية ده تاكسي ده مش عارف ايه سبورت ده الانماء العربية تمام كل عربية نفسها كل نوع كل جروب حط اللون براها ايه ساب القصاوة نفسها اللي هو الالوان دي فاي دي اصابة زي دي اصابة فاصلهم اعملهم اصابهم جروبس طيب ودي اسمها اصابة محتى تعمل طيب اعلم فانت دي توحسر انتت دي توحسر انت دي توحسر سأجد مثلا اصابت واحسر انت لو انت وصاد حسر بصلا اا نسبت euros انت السوا REALLY ما كنتشو في المن鏡 فانت مكتب اعرف مسلا ان هي ربع مسلا او تجدى ترح وتحسن فتعارف ان هي الرابع مش شكلي ده بتيتشوف هي واغدها من العربية دي خيدي تشوف مثلا هي واغدها The Day فتقول لها اهدى النص ورا filter 10% usa 10% في الوداخ في الوزحة لما انت عايزت اعرف نسبك كل الحاجة اديه من البر نفسه انت للكلوم تبقى احسن انت عايز تكمبير اخوة الحمر او باللبني فانت عايز تقرر حاجتين ببعض هيكون اكسرا انت تحطهم ببعض خلاص في جروب تقرن ده بقى اه توقع طول ده 10كيه تقرر مشاف لايه اسم اسم من هنا يعني انت هنا عايز تقرر فتقرح ده من ده وبتطرح ده من ده عشان تقيق قرن بالاتنين ببعض. فانت هتيت تطرح وتشوف ده عدية وده عدية تقيق قرنة. انا انت عمله جروب عز في الكمبير يعني في الكمبير بيبقى الجروب عحسن. في الكمبير اوكي? اه ولا ستاكت بيحسن لو انت عزتها في ايه? نسبة حاجة معين. طيب. ده كلام ده كان على بار شارت. نفس الكلام بيحصل على ايه? على لان شارت. انا اخدها في المسائل واحدة واحدة كده عشان انا مش انا بيقول لك لو انت برضو عندك عدد الريكوردز وعدد الريكوردز بتاعت اا ريكوردز بتاعت اا معك الشهر في السنة اا اا هنا سنين عام 2013 عام 2014 عام 2016 وكل بقى شهر ايه في النص من الانتربال يعني وانا عام 2013 عام 2014 عام 2014 في شهر واحدين ثلاثة ارمائة حفزة بس هنا كاتب بيعنا السنين معلينا. وبرضو مزول حدث اللي هو ايه? اسامي الستيتس اسامي المودن ايه. اسامي المودن. فعلا اعمل كل مدينة بلوم. فانت تتشوف اوه الاصفر اوه ده طبعا اللوغة مش عارب ده تبعي. ده تبعي الكوينز وهكذا تتشوف كل ايه? كل النوع باللوم بتاعه. طب ما تفصلهم احسن. ممكن تفصلهم عادي. فلاك لو افصلتهم عادي مش يحصل معي مشكلة تبقى ده. ده في الجروب ده في جروب ده في جروب ده في جروب. فيش مشكلة عادي. تعم? ممكن تعملهم ستاك برد. زي ما قالت البورشرت ستاك. قدر تعملهم مكبان ستاك فان فيش مشكلة عادي. ماشي? طيب. كده خلصنا. في الهوتو فيجوراز. خلصنا انت هتختار امتى? الفيجورازيشن الصح. وانا برده لازم تركز ان البورشرت مسلا ينفع امتى? اللي ما يكون عندك حاجتين حاجة مسلا كاتجري. حاجة وهكزا. وبرده مسلا ستاك برده ممكن ينفع امتى لو عندك ايه? حاجتين حاجتين ارقام. وهكزا يعني في الامثلة. فدي برضو ممكن ايه? تجيب لك رسومية تجيب لك على زي كرة تقول لك ده ينفع. لا ولا ليه? اول لا اول لا اول لا. او ممكن تقول لك مسلا ايه الحلول? فانت مسلا عندك حاجة برشرة فانت تقول لحسن حاجة مسلا انت ممكن ترتبهم. اا تانية وتيني اخدها موجود نظر تانية وبطرقة تانية. نكمل بس احنا كده خلصنا اللي هو التشارتس والي اخد بقى الترانسفورميشن والحاجات اللي حي ممكن نعملها الداتا سيحسن الموضوع. اا او بتيت تم ترانسفورم الداتا عشان بتيت تعمل المفلوبة يعني. يعني الترانسفورميشن او تعمل زي ايه مسلا بيقول لك سؤال. لو انا عايز اعرض اا عدد الكربوهيدرات بالنسبة لبسط Negro فيه الدتا دي اللي معاين. فهتعمل ايه. مع الف مع الفود ايه؟ يعني هستغلت كربوهيدرات مع الكلورز. بالنسبة ليه? الفود كهالي فعل لك اعادي. هتعمل عدد السعارات اللي هو ياه؟ مع الكربوهيدراتها هي. خلاص. دي بيجي هرقوم وده هرقوم. انا عافي انه تي هرقوم وده هرقوم كونتيت جديد. فهحمじゃない him litterن اما دي اسكاطر ايه كل هي في الشارط. اوكي. فالك الفود كاتجوري عادي خليها بلون عادي تبايل لوم بتاعك. فعملوم كاتجري باقي ايه? باقي الفوت كاتجري. فهو مشكلة. يعني داس والسه. ده هو عايز عايز يعمله يعني. قال لك عايز عامل كزا عا كزا. قدرت تعمل هنا عادي دايركت من دات ست. هل في حكاية ما تدرشت عاملها دايركت من دات ست. قال لك اه. ودي الحاجات دي اللي انت تحقيق فيها ترانسفورملي الداتا عشان تيت تنفيجنوزيش. ازاي? هنا بيالك. هنا مش واضحة عشان هي احطة رسمائي. اللي ما بيقول لك عايز يعمل يشوف بتاعت الكالوريز. بتاعت الكالوريز. اه. قصاد الفوت كاتجري. بتاعت الكالوريز بالنسبة ليه بالفوت كاتجري. طب هيديت اصلا شكلها او فيها حاجة. فيها ابرج بتاع الكالوريز. بتاع الصباح الحريم. فيها. لما فيهاش. انت عشان تي تحسابها او تعملها في جونالزيشن لازم تحسيبها الاول وتعمل هو الاجريجيشن هو تحسيب الاول فدي ستيب قبل من انت ايه قبل ان تعمل في جونالزيشن تاهم فدي جزء ايه ترانسفروشن ان انت ممكن تعملها تاهم فانا بيقولك ان هو اول حاجة عمل ايه شاف كل مش انت عايز استعملهم اا تحسيب لهم الاول قالك ماشي انا اجيب كل الكاتجري مثلا هنا اا اللحوه من خضروات الفاكهة الكلام ده كله اقسم الكاتجريز ماشي واشوف ايه واحسب الابريج بتاع كل واحدة هتشوف كل واحدة وعلى السعودات اللي حالية اللي فيها اوكي واجمعهم واجمعهم خلاص والاخرى عملهم ايه احسب لهم الاول بقى كده ايه ارسم زي ما انا عايز ما فيش ايه ما فيش اي مشكلة فيش اي مشكلة اتهم زي الفور فانت هنا عملت قبل ايه ما تعمل زي غير الفور انت اللي فور عملت في زي غير الفور انت هنا عمليمي عملت الترنسفورميشن انت عملت ايه حسبك الاول هنا برضو بيقول لك احنا عمل ايه اخدنا كل مسلا هنا لو عندك كاتجري او بي او او اربعة سوري فانت بتجمع الايه وتحسبهم الايه الاول اول ايه كده او ايه ايه بالانت لايه بالانت هنا ان تشوف الاول، ايه fund اتجمع ليهم load ممكن ان تσει الخاصة ouais الصوم به يمكن ان تشوف الماكسمنين او تشوف الماكسمنين او او تحسب الاول او او تحسب الـ standard version فانت pozyانت تشوف ايه الملائم الاول يلمة ب sanity تقدم إليه بهفس الانت اβل حسبك فانت الى مشكلة بالانت SUPERINT الطيب قالك فيه برضو هل ماكس من ناكسمع跟 مينو مع مويعبرج من publia كله? قالك لأ ممكن برضو تعامل بنسبة لطايم بنسبة لديت يعني جمع التي بتاعت شهر معين تجمعها ككاتيجري تجمع التي تعد سنة معينة ككاتيجري الديت Nickelode cały Wrestle 2018 فتجمعها في كاتيجري معينة. في عشرين عشرين تجمعها في كاتيجري معينة. الديت مثلا اللي حصلت في شهر معين او في ساع جمعها ايه دي كلها هي اه توريخ وايام ويعني حاجة اللي اعلك بالطايم وكده. فانت ممكن بيقول لك ممكن تحاولها بشكل هيراريكل انت مسلا سنة شهر سبوع اه يوم ساعة دقيقة ثانية وهكذا. انت يقول لك هي شكل هيراريكل يعني انت سانية دقيقة دقيقة بقى كده ساعة بعد كده ايوم بعد كده سبوع بعد كده شهر سنة وهكذا. هي. انت بيقول لك ممكن ايه? تجمع كل واحدة بك الكاتجري فانت عملت هنا عملية ايه ايه اجريجيشن غير الاجريجيشن اللي ايه تليفون انت عملت اللي احنا عملنا عليهم تعمل ممكن بقى لك ممكن تعمل بالنسبة ايه الاسبيشل دي تعمل الاجريجيشن الحاجة اللي كلها اللي علاقة بمدينة مسلا معينة او بمكان معين تجمعها مسلا حاجة اللي علاقة بمنطقة تجمعها وتجيوها حاجة اللي علاقة مسلا بالايه بالحاي بكتجمعها وتعطيها في حاجة لايه علاقة مثلا بايه بالمدينة كلها. انت كده خلاص ايه? ايه جمعت? طبع كده مثلا ايه بالمحافظة? بقى كده بال بالايه? بالدولة او هكذا. انت تجمع? حاجات لايه علاقة ايه? بالمكان نفسه. لايه علاقة بالسبيشن. تمام? فاندي برضو ايه? حاجات بتواتل اجريجشن. تمام? بلاك تنسفوميشن برضو. اه فيه مثال برضو نحن ان هو البيننج. البيننج ان انت تاخد الحاجات الى الارقام. ماشي. وتقسمها. تقسمها كتجري. اوكي. ولازم تكون. فانت هتخليهم. وتعملهم. يعني ايه? انسال هنا عندك ذاتة مثلا بتاعت مطعم. اوكي. اا ماشي. او انت مثلا عندك ذاتة مطعم. دي. ماشي. والتوقيب مثلا بتاحهم. اي بي سي دي. مثلا لحد زي. ماشي? فانت عندك ايه? اا عندك اا داتة اقولنا ارقام. فعمل لها اسمناهم جروبس. فاسمناهم جروبس كاتجري. فاسمناهم جروبس او. اوكي. فاسمناهم جروبس. وعمل لهم صورت. فانت شاف ان الايه? عمل لها صورتة عن البي. وهكزا. اا بشكل اردنال يعني. همو عمل لهم صورتة. خلاص. ماشي? دي بردو حاجة من العملية الايه? اا من الترانسفوميشن اللي هو البني. اا مثال كمان اللي هو برضو انت ممكن تعمل سكيلينج او ري اكسبرسينج. او مثلا سكيلينج انت ممكن تعمل لهم او تحسيب البرسنتج. او مثلا انت اديت بردو او اناها تية. او انت بديت برضو مثلا ما تكون عندك فرنج كبير مسلا من واحد مليون مسلا او من زيرو مليون. انت بتخلى كلها بلينج ايه؟ زيرو وان كل رقم على حزبه معانا تدخل الى فونكشن ايه معانا تخليهم كلهم مسلا رنجي زروان فانت باعتقدتها مسلا كلها فانت دي حاجة مكنت تبقى حاجة تانية ان دي هو برسنت في زي ايه مسلا تعرف مسلا دي مسلا نزب 20% دي نزب 60% دي نزب 60% وهاكزا تعرفين كل حاجة ايه باعتقدتها فانت دي برضو حاجة من ايه من الحاجات تحت بسكيلنج تلام هنا بيرت ايه باعة اخر حاجة الترانسفوميشن بيقولك ان انت بس اهم حاجة ان انت مش هتعمل فيجولايز وخلاص الترانسفوميشن هو عبرت من عملية الاندزاين يعني انت لازم تفكر الاول تتفكر ايه الحاجة اللي انت هتعملها فيجولايز والحاجة اللي انت عايز تجارتها تفكر وبنانا العادة انت تشوف هاي جاهزة ولا لا لو جاهزة خلاص لو مش جاهزة تتشوف ايه العملية المنكتك ترسوميشن انت ممكن تصبعها فإنعمل ممتاز بالجوريزيزيزيشن فيهم الدشونات بابس مثلا المشي تصديغت بقدر ten технология ما بينه إن فários author � 99 sixties design للأول يعني عملكا فيو يشوف اللي انت عايز تعمله بعد حول انت عايز تعمله seen for the format اللي انت عايز تعمله to be able to just and forget the format لانتقال التوفيميش simila for the兒 for the site بعد ما انت اختارت برضو visualization شرط الملائم زي ما حسنا مثلا قولنا بسئلة عندنا لو حاجة اتنية مثلا continuous مثلا او connectative فانت خلاص كلا سكتر روت قولنا حاجات تانية فانت ممكن ينفع مع حاجات تانية تشوف ايه انت دلتاتك خلاص جهزة او الحاجة اللي انت عايز سعيره ده وانت ممكن مثلا ما انتبهاش عايز سعيره او انت عايز سعير حاجة فيها عبر ايش حاجة فيها ماكسوم الحاجة عايز حاجة فيها مينة ومهكزة فانت ايه تشوف الحاجة الملائمة وتعرض يعني عشان توصل معناه بشكل احسنان في تلتاتك برد بس يعني دي كده محاضرة خلصة يعني ان شاء الله اا تماما